خلي البداية من ولاية المدية ستة جرحى في حادث انهيار سقف حد البنايات قيد الإنجاز في مشروع جاز 2000 سرير بجامعة المدية الحادث وقع حسب مصادر النهار أثناء وضع الخرسانة الإسمانتية التي لم تتحملها الدائمة الخشبية والحديدية الأمر الذي أدى إلى سقوط العمال أثناء وضعهم للخرسانة حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى محمد بوظياف لتلقي الإصعافات الأولية